انا استغرب كثيرا عندما استمع لهؤلاء والله استغرب كل الاستغرام ان هؤلاء لا يفهمون الحداتة لا يفهمون الفكر الغربي ولا يفهمون الفلسفة الغربية وانا في هذه الايام انشر حلقات لعل بعضكم يطلوا عليها في يومي اخبار اليوم عن محمد الشحرور المهندس السوري محمد الشحرور الذي كتابات مكتوبة له بكل صراحة يعني انا استغرب انا درست اعماله الان ووصلت الى 43 او 44 حلقة وما زلت حلقات مستمرة انا استغرب ان هذا الجهل هذا كتلة من الجهل هذا يعني سبحان الله امر غريب يعني انسان يجعل لغة يجعل القرآن يجعل اللغة العربية يجعل حتى الاساليب لكن تم تضخمه وتم دعوه في الواجهة على اساس انه مفكر يعني هذه من الحماقات التي نعيشها الان من صنف هذه الحماقات بعض الاسوات لا اقول الجميع بعض الاسوات التي تتحدث عن الحريات الفرضية وتزايد علينا باسم الحادثة ايضا لا بدأ ان اقول بان هذا نوع من الاسفاف في النقاش العمومي يعني النقاش العمومي اليوم هبط الى مستوى ادنى بمعنى الان اصبحنا نناقش مدى المتاع الجنسية اصبحنا نناقش مسائل اللحم كما يقول المغاربة الحادثة من طبيعة التخلم طبيعة العقليات المتخلفة ان الاشياء التي تكون جيدة نزيهة راقية نقوم نحن بجعلها سخيفة وبيعطيها طابعا متخلفا هذه الحادثة ضخمة الحادثة لطلبها العلمي اعطت الجامعة الراقية اعطت الصناعة اعطت التطوير اعطت الديمقراضية نحن اختزلنا كل شيء الان في المتعة الجنسية هذه هي الحريات الفرضية انا اتفق انا مع الحادثة لكن الحادثة الراقية الحادثة التي اوصلت الاوروبيين ليكونوا اوروبيين لكي يتحدونا ولكي يهزيمونا على الساعات الدولية هذه هي الحادثة بالفعل غوية بريس نحو اعلام هادف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة